موسيقى من الجزائر الدولية النشاط الرئيسية وتتابعون في عناوينها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يشارك بباري الإيطالية في أشغال قمة مجموعة السبع بنشاطات مكثفة يجري محادثات جانبية مع قادة كبار في العالم يلتقي نظيره الموريطاني محمد والشيخ الغزواني على هامش القمة ويستقبل بمقر إقامته نظيره الكيني ويليام روتو موسيقى الرئيس الأوكراني بولودمير زيلنسكي وقع مع نظره الأمريكي جو بايدن اتفاقية تعاون أمنية مدتها عشر سنوات وبايدن يؤكد أنها تسمح بتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا بوتين يهدد بالرد على محاولة الاستلاء على الأصول الروسية المجمدة ويتهم الغرب بإضعاف صندوق النقد والبنك الدوليين موسيقى أربعة وثلاثون شهيدا في أربع مجازل ارتكبها جيش الاحتلال خلال اليوم الثاني والخمسين بعد المائتين من عدوانه على قطاع غزة شهداء وجرح برصاص قوة الاحتلال المتوغلة في مدينة رفح عشرة شهداء في غارات على منازل وسطى وغرب مدينة غزة موسيقى وفي السودان مجلس الامن يطالب قوة الدعم السريع بفك الحصار على الفاشر والجيش يعلن مقتلى قائد في قوات الدعم بمعارك خلفت مئات القتلى في المدينة موسيقى في النشر برلمان جنوب أفريقيا يعقد أولى جلسات اختيار الرئيس والحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي يعلن التوصل إلى اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي موحد موسيقى مرحبا أهلا وسهلا بكم أخبارنا بعد الفاصل موسيقى موسيقى شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجمعة بمدينة باري الإيطالية في أشغال قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم بنشاطات مكثفة وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى منتجع بورغو ايغنافسيا الذي احتضن أشغال القمة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وناقشت قمة مجموعة السبع العديد من الملفات منها الوضع في قطاع غزة وكذا ملفات الهجرة ومسائل التنمية في أفريقيا إلى جانب التغييرات المناخية والذكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما كانت للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون محادثات جانبية مع قادة كبار في العالم قبل الانطلاق الرسمي لقمة مجموعة السبع المنعقدة بباري الإيطالية وفق ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية ترجمة نانسي قنقر 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 ولد الشيخ الغزواني على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة بباري الإيطالية وفق ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية كما استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على هامش قمة السبع الكبار والرئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني وفق ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية ومعنا مباشرة من باري الإيطالية مفاد الجزائر الدولية عبد الكريم بن يطو مرحبا بك عبد الكريم طبعا كيف كان اليوم الثاني من قمة السبع بباري الإيطالية مع النشاط المكثف للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أهلا عبد الغفور بك وبكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية فعلا كان هناك نشاط مكثف للرئيس الجزائري عبد المجيد اليوم في اليوم الثاني لقمة مجموعة سبع الدول السلطاعية الكبرى التي بدأها اليوم بلقاء الرئيس الكيني ثم تلاها بعدها بولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الموريطانية وأيضا كما ذكرت في نشراتك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وكذلك رئيس الحكومة الليبية أحمد الحشاني أيضا عبد الغفور في هذا البرنامج وقبل انطلاق اجتماع الذي جمع القادة السبع الكبرى بالإضافة إلى المدعوين في هذه القمة كانت لرئيس الجزائري محادثات جانبية مع بعض قادة دول العالم ربما تابعتم جانبا منها حيث كان هناك محادثات جانبية جمعته بقادة كبار في العالم وربما سيميولوجيا الصورة كانت معبرة أكثر من الكلام بحيث أن الجزائر بهذه اللقاءات التي تكلم فيها الرئيس مع نظره في العالم تأكد للقاصي والداني أن سياستها واضحة وضوحة الشمس وهي لا تداهن في مواقفها وهذا الوضوح ما أكسبها احترام وثقة من جميع الدول حتى لو اختلفت معهم سياسيا وفي مواقفها بالعودة إلى قمة مجموعة السبع من المنتظر أن يكون هناك البيان الختامي غدا وسيتلى خلال مؤتمر صحفي ولكن مما رشح من مسودة هذا البيان الختامي في الحقيقة أنه سيكون التركيز على هواجس هذه الدول طبعا فالاجتماع في النهاية وهذه القمة في النهاية تخص هذه الدول وبالتالي سيكون ملف أوكرانيا والحرب الاقتصادية مع الصين وبحر طايوان وغيرها من الهواجس للدول الغربية وحلفائها في منطقة جنوب شرق آسيا على رأس أولويات هذا البيان الختامي لكن لافت أنه ربما سيتم التوافق على قضية دعم المقترح الأمريكي الذي أصبح قرارا أماميا بخصوص ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإلزام الكيان الصهوني بضرورة الالتزام بهذا القرار لأن كل الدول التي شاركت في هذه القمة مع هذا المقترح ربما هذا ما يهم المنطقة العربية والشغلقة أوسط بخصوص إفريقيا ننتظر البيان الختامي حول سبل التعاون العادل بين الضفتين بين الضفة الشمالية والجنوبية وأيضا بين الدول النامية في معظمها وأيضا الدول الغنية وفي مقدمتها مجموعة السبع أشكرك أشكرك عبد الكريم بن يطوم وفد الجزائر الدولية إلى إيطاليا على كل التفاصيل التي قدمتها شكرا لك مرة الثانية هذا واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون بمقر إقامته في باري الإيطالية رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو وفق ما أورده بيان للرئازة الجزائرية نبقى في قمة السبع حيث وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي اتفاقية أمنية ثنائية مدتها عشر سنوات تهدف إلى تعزيز دفاع أوكرانيا في حربها مع روسيا الاتفاق الذي تم توقيعه على همشي قمة مجموعة السبع في إيطاليا يهدف إلى إلزام الإدارات الأمريكية المستقبلية بدعم أوكرانيا حتى لو فاز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر ووصف الرئيس الأوكراني الاتفاق بأنه تاريخي ويمثل جسرا نحو عضوية بلاده النهائية في حلف شمال الأطلسي على حد تعبيره وكان زيلانسكي قد وقع الخميس اتفاقية مماثلة مع اليابان اليوم هو يوم تاريخي حقا لقد وقعنا على أقوى اتفاقية بين أوكرانيا والولايات المتحدة منذ استقلالنا وهذا أمر لن يوفر الأمن في حزب بل سيوفر أيضا وظائف جديدة للأوكرانيين والأمريكيين ومسألة الناتو مشمولة في نص الاتفاقية وينص على أن أمريكا تدعم عضوية أوكرانيا المستقبلية في الناتو وتعترف بأن اتفاقنا الأمني هو جسر لعضوية أوكرانيا في الناتو من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاتفاقية تسمح بتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا من خلال دعمها بالأسلحة والتبادل المعلومات الاستخباراتية لقد وقعنا أنا والرئيس زيلانسكي للتو على تلك الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا هدفنا هو تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والردعية على المدى الطويل ليس عن طريق إرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا بل من خلال توفير الأسلحة والدخائر وتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية بالإضافة إلى ذلك حققت مجموعة السبع نتيجة مهمة هذا الأسبوع فيما يتعلق بمسألة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا وأماكن أخرى خارج روسيا حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من الاستلائية على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها مشددا على أن أي محاولة لاستخدام هذه الأصول ستكون بمثابة سرقة ولن تمر دون عقاب وفق تعبيره بوتين وخلال لقاء عقده مع إطارة وكوادر وزارة الخارجية الروسية قال إن الغرب بعد تجميد أصول واحتياطات من النقد الأجنبي لروسيا يبحث عن طريقة لإيجاد غطاء قانوني من أجل الاستلائية عليها حسب وصفه لقد جمدت دول الغرب الآن جزءا من الأصول الروسية واحتياطات العمولات الأجنبية والآن تفكر في أي نوع من الأسس القانونية التي تسمح لها بمصادرة الأصول والاحتياطات في نهاية المطافة السرقة تبقى سرقة ولن تمر دون عقاب من خلال سرقة الأصول الروسية فإنهم سيخطون خطوة أخرى نحو تدمير النظام ذاته الذي خلقوه بأنفسهم النظام الذي ضمان ازدهارهم لعقود من الزمن وسمح لهم بالاستهلاك أكثر مما كسبوه بوتين انتهم أيضا الدول الغربية بإضعاف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وإبطاء التنمية في جنوب العالم والإخلال بالأجندة العالمية لحماية المناخ لم يكن الغرب يقوض الاستقرار العسكري والسياسي في جميع أنحاء العالم فقط لقد فقد مصداقيته وأضعف مؤسسات السوق الرئيسية بسبب العقوبات والحروب التجارية إنه يبدأ التنمية في الجنوب العالمي باستخدام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما يشوه أجندة حماية المناخ رغب التنمية في الجنوب العالمي موسيقى اشتركوا في القناة 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 يواصل الجوع وسوء التغذية الفتكة بارواح اطفال قطاع غزة حيث سيطرت المجاعة على وسط وجنوب وشمال القطاع لسيما بعد العدوان الصهيوني على الرفح ومع انعدام الحصول على الغذاء وانهيار المنظومة الصحية اصبح الموت جوعا يهدد الالاف من اطفال غزة ليست الصواريخ والقنابل وحدها من تقتل البراءة في غزة بل الجوع ايضا يفعل ذلك جراء الحصار وغلق المعابر اخر ضحياه طفل استشهد في مستشفى شهداء الاقصى ما يرفع عدد ضحايا الجوع في قطاع غزة الى اربعين شهيدا تواجه غزة اليوم ظروفا قاسية تصل حد المجاعة فجيش الاحتلال يتعمد انتهاج سياسة التجوع في القطاع بعد فشله في تحقيق اهدافه عبر ابادة شعب باكمله بقوة النار ان نسبة كبيرة من سكان غزة يواجهون الان جوعا كارثيا وظروفا شبيهة بالمجاعة وعلى الرغم من التقارير التي تشير الى زيادة تسليم الاغذية لا يوجد حاليا اي دليل على ان اولئك الذين هم في امس الحاجة اليها يتلقون ما يكفي من الغذاء من حيث الكمية والنوعية تؤكد منظمات الامم المتحدة ووكلاتها الاغاثية انها باتت عاجزة عن الاستمرار في تقديم الغوث لسكان غزة بسبب استمرار العدوان الصيوني تم تشخيص وعلاج اكثر من ثمانية الاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد بما في ذلك الف وستمائة طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وبسبب عدم الامن وعدم امكانية الوصول لا يمكن تشغيل سوى مركزين للمرضى الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بينما يتحدد شبح المجاعة من جديد شمال غزة تتدهور ازمة الامن الغذائي بوسطها وجنوبها وبات مئات الاطفال مهددين بالموت جراء المجاعة الكارثية وفق تأكدات المكتب الاعلامي الحكومي في غزة كما سجل مستشفى كمال عدوان اعراض سوء التغذية لدى اكثر من مئتي طفل في قطاع سيواجه نصف سكانه الموت جوعا بحلول منتصف جوليا المقبل وفق تقديرات الامم المتحدة جراء العدوان الهمجي الذي دفع باكثر من نصف مليون غزاوي الى حافة المجاعة حذر مفوض وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين انروا فليب لازاريني من ان عدم وقف اطلاق النار في قطاع غزة سينتج جيلا ضائعا واضف لازاريني في منشور له على منصة اكس ان الاطفال الناجين في غزة يعانون صدمات عميقة وان الكثير منهم سيظل لديهم ندوب مدى الحياة وفق وصفه مشيرا الى ان الحرب سرقت منهم طفولتهم وقال المرصد الاورو متوسط لحقوق الانسان ان الاحتلال جعل من الصحفيين الفلسطينيين هدفا رئيسا وارتكب بحقهم سلسلة جرائم متعددة منذ بدء جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة واكد المرصد الاورو متوسط لحقوق الانسان في بيانه ان الاحتلال مسؤول عن جرائم وانتهاكات جسيمة ضد الصحفيين بما يخالف القانون الدولي مشيرا الى ان الاستهداف المنهجي للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة يتم مع تحريض علني مستمر ضدهم من قبل وزراء ومسؤولي الاحتلال اسرائيل جعلت من الصحفيين الفلسطينيين هدفا رئيسا وارتكبت بحقهم سلسلة جرائم متعددة منذ بدء جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة الصحفيون الفلسطينيون يتعرضون لجرائم القتل العمد والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والاخفاء القصري في كثير من الاحيان مع عائلاتهم والسقنا قتل قوات الاحتلال نحو 150 صحفيا فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء هجومها العسكري سواء خلال تغطيتهم او داخل مقرات عملهم او في خيام او مع اسرهم في منازلهم التي جرى تدميرها فوق رؤوسهم بثت سرايا القدس مشاهدة لقصف مقاتلها جنود واليات الاحتلال الصحيوني في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بسم الله الرحمن الرحيم وعدوا لهم ما استطعتهم القوة وهم الرباط الخير تردون به عدو الله وعدوكم نحن أمة لا تعرف الدل ولا الأوان نقول من المجاهدين اثبتين في أرض الميدان اثبتوا ان وعد الله قريب بسم الله الرحمن الرحيم توقعنا الله الله يا رب سجد فقران نفل زيارة بسجد ارمي جانيا ايو اعطي يلا وراه شكرا الله الله اكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر اشتركوا في القناة 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 اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقتل أسيرين صهيونيين بقصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع قبل أيام وفي مقطع الفيديو نشرت وقالت القسام مخاطبة عائلات الأسرى لديها أن جيش الاحتلال يستمر في خداع أهل الأسرى وأن حكومة الكيان لا تريد أن تعيدهم إلا في توابيت اشتركوا في القناة افرجت قوات الاحتلال الصهيوني عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة حماس عزيز الدويك بعد ثمانية أشهر من الاعتقال وبدى الدويك البالغ من العمر خمسة وسبعين عاما نحيلا وفي حالة مأساوية جراء ما تعرض له في سجون الاحتلال الذي قام باعتقاله بعد أيام فقط من بداية العدوان الوحشي على قطاع غزة وعانى رفقة آلاف الأسرى من المعاملة الوحشية من سجان الكيان بجسد نحيف ولحية وشعر أبيض طويل هكذا بدى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك بعد اعتقال دام نحو ثمانية أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي ممارسات قاسية تعرض لها الدويك خلال فترة اعتقاله شملت التجويع والتعذيب والحرمان من النوم والعلاج الطبي ما أثر بشكل بالغ على صحته العامة الأسرى الآن في السجون يعانون معاناة شديدة جدا فقدوا من أوزانهم آلاف الأطنان من اللحوم البشرية والمعاملة غاية في السوء والمعاملة ليست إنسانية بحل من الأحوال لا يمكن مصباح أنها معاملة إنسانية الدويك ذو الخمسة والسبعين عاما اعتقل في السابع عشر من أكتوبر الماضي ضمن ما يعرف بالاعتقال الإداري والذي يأتي بأمر عسكري وبدعوى وجود ما يسميه الاحتلال تهديدا أمنية دون أن يوجه له لائحة اتهام صورة الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعد ثمانية أشهر من الاعتقال الإداري الظالم في سجون الاحتلال الصهيوني تبرز لكل العالم حقيقة معاناة أبناء شعبنا ورموزه الوطنية داخل هذه السجون التي أصبحت مكانا لكل أصناف التعذيب الجسدي والنفسي والانتقام الصهيوني الوحشي ضد أبناء شعبنا وميدانا للإعدام والموت البطيء لأسرانا وأسيراتنا حال عزيز الدويك هي نموذج لحالة المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم مؤخرا والتي تؤكد مصادر حقوقية استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم التعذيب والمعاملة اللا إنسانية بحق الآلاف منهم على نحو ممنهج تؤكد شهادات المفرج عنهم أن القوات الإسرائيلية ماضية في نهج التعذيب الشديد والانتقامي من المعتقلين رغم إدراكها أنهم مدنيون إن التعذيب الإسرائيلي وصل إلى حد القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والحقن بالإكراه بمواد مجهولة وترك ندوب وعلامات فارقة على أجسادهم هي انتهاكات مسكوت عنها ضد آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا يميز فيها الاحتلال الإسرائيلي بين فلسطيني غزة والضفة الغربية اقتحم عشرة المستوطنين الجمعة تجمع عرب المليحات شمال خرب أريحة في الظفة الغربية وأفد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا التجمع البدوي المقام في الطريق بين محافظتي رام الله وأريحة مرتين منذ فجر الجمعة لاستفزاز سكانه والترهيبهم ويشهد تجمع عرب المليحات اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين الصهاينة تضاعفت في الآوينة الأخيرة مع تزايد عدد البؤار الاستيطانية شمال غرب أريحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في كلمته في اجتماع الأمم المتحدة بشأن التدابير القصرية الانفرادية الاقتصادية إن هذه التدابير بالإضافة إلى الحظر على التجارة المفروض على عدد من الدول النامية يقوض مبدأ مساواة الدول في السيادة والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة يضم وفد بلادي صوته إلى البيان الذي أدلت به مجموعة السبع والسبعين والصين وبيان حركة عدم الانحياز وبيان المجموعة الإفريقية وبيان مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة إن التدابير القصرية الانفرادية الاقتصادية بالإضافة إلى الحظر على التجارة المفروض على عدد من الدول النامية يقوض مبدأ مساواة الدول في السيادة والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بن جامع أكد أن تدابير القصرية تؤثر على الشعوب من خلال حرمانها من الغذاء والدواء مشددا على أن الحوار والديبلوماسية هما الذين يجب أن يحظيها بالأولوية لتسوية الخلافات هذه التدابير لا تحد فقط من التدفقات التجارية الحرة بل تؤثر كذلك على الشعوب من خلال حرمانها من الوصول إلى الغذاء والأدوية وسائر السلع والخدمات الأساسية أغتنم الفرصة لإعادة التأكيد على أن الحوار والديبلوماسية والتفاهم المشترك هي التي يجب أن تحظى بالأولوية لتسوية الخلافات بالسبول السلوية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة نؤكد على أن هذه المسألة يجب أن تولى الأهمية التي تستحقها بما أن ملايين الأشخاص يعانون من آثار هذه القيود أكدت الجزائر بأن إرساء العدالة وإعلاء سيادة القانون على أساس مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة عنصر أساسي لتوفير المساءلة عن أخطر جرائم القانون الدولي وقال نائب ممثل الجزائر الدائم في الأمم المتحدة نسيم قواوي في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية من محكمتي العدل والجنائية الدوليتين في يوغسلافيا ورواندا إن التعاون الفعال بين الآلية والدول المعنية بإنفاذ العقوبات يكتسي أهمية كبرى لإتمام ولايتها وإنجاح عملها إن التعاون الفعال والعمل بين الآلية والدول المعنية بإنفاذ العقوبات يكتسي أهمية كبرى لإتمام ولايتها وإنجاح عملها حيث لن يتسنى لها تحقيق ذلك إلا من خلال تقوية العمل مع جميع العطراف المعنية وتعزيز الثقة المتبادلة والأخذ بالمشاغل المشروع للجميع بعين الاعتبار تؤكد الجزائر بأن إرساء العدالة وإعلاء سيادة القانون على أساس مبادئ ومقاصد بثاق الأمم المتحدة يعد عنصر أساسيا لتوفير المساءلة عن أخطر جرائم القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب شدد الرئيس التونسي قيسعيد على ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن مع التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة لمدة سنوات وحسب بيان للرئاسة التونسية شدد سعيد خلال لقائه في قصر قرطاج مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني على أن من أفنى عشرات السنوات في ظل نظام أقرب للعبودية على حد وصفه لا مجال للتلاعب بعرقه في موريتانيا انطلقت الجمعة الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في التاسع والعشرين جوان الجاري ويتنافس فيها سبعة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي المنتهي ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني وافتتح أغلب المرشحين حملاتهم الدعائية من العاصمة نواكشوت فيما اختار عدد منهم إطلاق حملاتهم من ولايات أخرى يحتدم التنفس على عدة ولايات في أول يوم من انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسية في موريتانيا أبرزها العاصمة نواكشوت ولعل أبرز المرشحين لهذا الاستحقاق الرئاسي المقرر في التاسع والعشرين جوان الجاري الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني الطامح لولاية رئاسية ثانية وأخيرة حسب الدستور الموريتاني وزعيم المعارضة عن حزب تواصل حماد ولد سيد المختار إضافة إلى بيرام ولد عبيد المتحصل على المرتبة الثانية في انتخابات 2019 سبعة مرشحين لرئاسية 2024 كل يدلي بدلوه لاستمالة الناخبين خاصة فئة الشباب مأمورية المقبلة قلت فيها على المأمورية المأمورية تنذير مقبلة إن شاء الله مأمورية للشباب وبالشباب وأعتزم بحول الله وعلى غرار مندوبي التآذب إنشاء مندوبية أخرى لترقية الشباب من جهتهم أطلق مرشح والمعارضة العنانة لحل المشاكل العالقة في موريتانيا بإبداء وعود ومخترحات في حال فوزهم في رئاسيات التاسع والعشرين جوان الجاري إلى مكونات شعبنا الأبي أقول لهم إن هناك جراحاً وإن هناك آذاراً وإن هناك مخلفات لكن مشروع تواصل وحده هو الذي سيزيل تلك الآذار كلها تعد هذه الانتخابات ثامنة انتخابات رئاسية تنظم في البلاد منذ إقرار الدستور في البلاد عام واحد وتسعين تسعمائة وألف انتخابات يسعى فيها المرشحون بمختلف توجهاتهم السياسية من خلال برامج انتخابية للانتقال إلى مرحلة تفتح آفاقاً جديدة بوضع حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية لاستمالة أصوات نحو مليوني مواطن موريتاني يحق لهم التصويت مرحلة يتساءل كثيرون عن من سيقودها بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات طالب مجلس الأمن الدولي الخميس قوات الدعم السريع في سودان بإنهاء حصارها على أو لمدينة الفاشر شمال دارفور غرب سودان داعياً إلى الوقف الفوري للمعارك في المدينة ومحيطها ودعا مشروع القرار الذي ساغته المملكة المتحدة وحظي بتأييد 14 عضواً بمجلس الأمن الدولي مع انتناع روسيا عن التصويت إلى إنهاء التصعيد داخل المدينة حيث حذرت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد أمام المجلس من حدوث كارثة ستصاحب أي هجوم على المدينة مشددة على ضرورة إنهاء ما سمته الصراع الوحشي الظالم في السودان هذا وأعلن الجيش السوداني الجمعة مقتل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السري علي عقوب جبريل خلال معركة في الفاشر وأضاف في بيان على فيسبوك أن القوات المسلحة السودانية أحبطت هجوماً للدعم السري على الفاشر وكبدتها خسائر كبيرة تمثلت في مئات القتلى من ضمنهم قائد قطاع وسط دارفور على أو علي عقوب جبريل فيما لم يصدر تعليق بعد عن قوات الدعم السريع يعقد في هذه الأثناء برلمان جنوب أفريقيا المنتخب حديثاً أولى جلساته لاختيار الحكومة وانتخاب رئيس للبلاد حيث يتجه البرلمانيون لتصويت لرامافوزا رئيساً لعهدة ثانية ومع ناقاد البرلمان المنتخب الجمعة قال زعيم التحالف الديمقراطي جونستين هاوزن إن حر أو حزبه وقع رسمياً على اتفاق حكم مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وجزء منه سيجعل رامافوزا رئيساً مضيفاً أن حزبه سيدعم الرئيس سيري رامافوزا في انتخابه رئيساً للجمهورية هذا وكان قد أعلن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا أنه توصل إلى اتفاق مع أحزاب معارضة لتشكيل حكومة ائتلافية وقال الأمين العام للحزب في كيلي لمبالولا في معتمر صحفي عشية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد أن الحزب توصل إلى اتفاق مع حزب التحالف وحزب الزول والقومي إنكاثا والحركة الديمقراطية المتحدة وحزب FF Plus للقوميين البيض ومن المفترض أن يتيح هذا الاتفاق إعادة انتخاب الرئيس المنتهي ولا يتهسر الرامافوزا لولاية رئاسية ثانية أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر عن اهتمامهما بمواصلة تطوير التعاون بين البلدين بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الطاقة والنقل جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جار بين الجانبين مساء الخميس حسب ما أفاد به الكريملين الذي أضاف أن المكالمة تناولت أيضا بعض قضايا التعاون على الساحة الدولية من جانبها أشارت وكالة إيرناي إلى أن مخبر وصف العلاقات بين الطهران وموسكو بالاستراتيجية وبأنها تقوم على مبادئ غير قابلة للتغيير توافد حجاج بيت الله الحرام إلى منا لقضاء يوم التروية أولى محطات مناسك الحج فكان من نصيب حجيج هذا الموسم أن تجتمع استثناءا ثلاث خطب على مدار ثلاثة أيام متتالية بدءا بخطبة الجمعة فخطبة عرفة ثم خطبة العيد يدخل الحجاج في جو مفعا بالمواعظ والذكر والإيمان منذ ساعات النسك الأولى لفريضة الحج تتتابع جمع الحجيج نحو مشعل منا أو لمحطات الركن الخامس من أركان الإسلام ستة أيام عمر الرحلة الروحانية التي يعيشها الحجاج القادمون من كل فج عميق كانت استثنائية هذا الموسم لضمها ثلاثة خطب في ثلاثة أيام متتابعة صادفت فيها خطبة الجمعة يوم التروية الموافق للثامن من ذي الحج ثم خطبة عرف اليوم الموالي وأخيرا خطبة يوم العيد يوم الحج الأكبر الذي تؤدى فيه معظم المناسك أقبل ضيوف الرحمن على مينان يوم الجمعة للتروية ويدل اسم هذه الشعيرة على ارتواء الناس بالماء وحملهم ما يحتاجون منه وللروح نصيب من الرواء أيضا إذ يصل الحاج صلوات الخمس جمعا دون قصر ومن المستحب للحاج أن يبيت في مينان يوم التروية قبل أن يعود إليها لاحقا لقضاء أيام تشريق بعد محطة مينان يتوجه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم يصل الحجج الظهر والعصر جمعا وقصرا ويتضرعون لله طيلة اليوم عند المغيب يغفضون إلى مزدلفة يصلون المغرب والعشاء ويجمعون حصى الجمرات ويلزمون الذكر مع طلوع شمس العاشر من الحجة وهو يوم العيد يستكمل الحجاج معظم مناسك الحج من رميا للجبرات ونحر للهدي وطواف الإفاضة والسعي بين الصفى والمروة ويتحللون تحلل الأصغر بالحلق أو التقصير بعدها تحل أيام تشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وينشغل فيها الحاج برمي الجمرات الثلاث ليختم نسكه بطواف الوداع مؤذنا بمغادرة مكة المكرمة إلى بلده ختاما تتواصل فعاليات المهرجان الدولي السلام عليكم بالعاصمة الموريتانية نواكشوت بمشاركة جزائرية مميزة خاصة أنها ضيف شرف الدورة السابعة عشر من المهرجان فرقة الفرد القادمة من عمق الصورة بجنوب غرب الجزائر قدمت أجمل ما عندها وزاوجت بين الصوفي والمديح والعيساوي في أجواء ساحرة حلقت بالجمهور بعيدا تتواصل فعاليات المهرجان الدولي السلام عليكم بموريتانيا حتى التاسع عشر جوليا الجاري لتقدم للجمهور أطبقا فنية إفريقية تتمازج فيها الطبوع القادم من البلدان المشاركة الجزائر ضيف شرف هذا المهرجان الذي يصل إلى دورته السابعة عشرة وهي فرصة لتقديم الفن الجزائري باختلافه وتنوعه فضلا عن مد جسور التواصل بين البلدان اليوم الجزائر تحضر ذقافيا من خلال كونها هي ضيفة الشرف في بهر نرجان السلام عليكم الدولي للموسيقى وبعد أن كانت السهرة الأولى شبابية إيقاعية جاءت فرقة الفردة لتففي أجواء صوفية من خلال مقطوعات موسيقية تبعثها مختلف الآلات التقليدية الخاصة بالفرقة كالطبل والبندير والقرقاب والبانجو وطبل الفردة كما شفتوا البارح كان فيه الافتتاح كانت فيها بعض الطبوع من الفن الجزائري واليوم ثاني فيها طبع ثاني اللي هو جمعية الفردة لولاية بشار بلدية الغناديسة موسيقى أصارة التي حلقت بالجمهوري إلى عوالم سحرية نقلت لهم جزءا من التراث القادم من منطقة الصورة جنوب غربي الجزائر مرحبا بيكم عنا في بلاد موريتانيا الجزائر وموريتانيا أخوة ce sont des pays خير صراحة ومرحبا بيكم كيف ما نقول عنا وسهلة كبيرة 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 أنا جزائريا مواطنة في الأصل وعيشة هنا في موريتانيا وفرحانا بزاف كي دارو هذا الإفنمون بسكو غير لكوميونتي الجغيين تلمت هنا في موريتانيا الجزائر وموريتانيا علاقات متجذرة ولا أفضل من الثقافة والفن لتعميقها وتوطيدها وهي فرصة للسلام عليكم تناغم وعزف وتقص فريد تنجح الثقافة دائما في صياغته بهذا نختم نشرتنا طبعا أخبار أخرى وتفاصيل أكثر تجدونها على منصاتنا الرقمية شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر